هروب رؤوس الأموال من منطقة اليورو يهدد بخسارة مصارفها لمليارات الدولارات المستثمرون المتخوفون من انهيار المنطقة سحبوا كميات كبيرة من أموالهم من المصارف الأوروبية صندوق النقد الدولي حذر من أن تراجع ثقة بالمصارف الأوروبية قد يضرب الأسواق المالية الصندوق توقع أن تبلغ خسارة المصارف الأوروبية للأصول تريليونين ومائتي مليار يورو لكنه توقع أن تبلغ الخسارة في أسوأ الظروف ثلاثة تريليونات وخمسمائة مليار يورو ينبغي توخي الحذر واتخاذ الإجراءات الضرورية لتجنب الخضوع لخضات مالية قد تؤدي إلى مشاكل هذا ما قاله مدير أسواق رؤوس المال في صندوق النقد الدولي خسابا يالس الصندوق اعتبر أن هروب رؤوس الأموال يعود إلى اختلاف زعماء منطقة اليورو حول طرق حل أزمة الديون في المنطقة لكنه ألقى اللوم كذلك على واشنطن وتوكيو لفشلهما في اتخاذ قرارات مالية حاسمة الصندوق اقترح على الحكومات ضخ أموال مباشرة إلى المصارف